أنا الصرخة أية حنجرة تعرفني هو ليس ببيت شعري بل عنوان لمعرض تشكيلي أقامه الفنان العراقي ضياء العزاوي الذي لم يخفي قلقه وندرته التشاؤمية لمستقبل بلاد الرافدين تزامنا مع انطلاق المعارك لاستعادة الموصل وخوفا من تكرار سيناريو الدمار الذي أصاب غيرها من المدن العراقية لدينا الدمار لدينا المأساة الذهنية الطائفية ذهنية الانتقام كل هذا خلقه الغرب للحفاظ على مصالحه ليس لدي مشكلة مع الغرب لكن دعم الأحزاب الإسلامية التي تتمتع بذهنية الانتقام ذهنية التطهير العرقي لا يمكن القبول بأي من هذه الأمور وبالرغم من سيطرة القوات العراقية مدعومة بفصائل شعية مسلحة وتحالف دولي بقيادة واشنطن مناطق كثيرة كانت خاضعة لتنظيم داعش إلا أن منظمات حقوقية رصدت انتهاكات عدة بحق سكان المناطق ذات الأغلبية السنية وأشارت بأصابع الاتهام إلى أطراف شاركت في القتال وخصت بالذكر الفصائل الشعية أنا لا أقول إن رئيس العراق السابق صدام حسين كان رائعا كلا لكن الآن لدينا مئة صدام مع قيام كل هذه الميليشيات المسلحة فيما الكثير من الشباب ليس لديهم وظيفة ومن السهل إعطاؤهم مئتي دولار وبنتقية كاراشينكوف ودفعهم للقتال هذا ويضم معرض أن الصرخة قرابة خمسمائة وخمسين عملا من أعمال العزاوي كلوحات ومنحوتات عاكسا مرحلتين من حياة الفنان الذي غادر العراق عام 1976 زينب خرفاتي العربية